احتضنت كذلك ولاية ودسوف الأيام المغاربية للخطين تم فتح معرض على الهواء الطلق إضافة لإقامة ورشات مفتوحة على الجمهورين تم فيها التمازج وتبدل الخبرات بين مختلف الدول المغاربية على غرار تونس ومصر ومعظم خططي الولايات الوطن وبين الجيل الجديد والقديم لكسب المهارات وصقل المواهب الشابة الطموحة أين كانت الفرصة لرسم إبداعات ولوحات فنية تبرز مدى التنوع والجمالية التي يزخر بها الخط العربي الأصيل مرسلنا عبدالعلي رحمة بعث بالتالي تعتبر أول مشاركاتي في ولاية الوادي هذه الأيام تظاهرة تقافية سمحت لي بالاحتكاك بالعديد من الخططين الجزائريين كذلك بأساسي ذا فنانين من مصر ومن تونس أيضا هذه التظاهرة سمحت لي باكتشاف وجه الثقافي لولاية الوادي تشرفنا أن هذه الأيام تتحول بنا من أيام عادية إلى أيام أعياد للخططين بصفة عامة وليس المشاركين فقط جميع الخططين العرب والمهتمين بالخطط العربي جميعهم هذه الأيام هي أيام أعياد بالنسبة لنا تشرفنا هنا بحسن الضيافة وحسن التنظيم وحسن المعاملة من الأخوة المنظمين لهذه الفعاليات ونتمنى إن شاء الله الطبعات القادمة ترتقل مستوى أكتر على مستوى العالم الإسلامي وخططين العالم الإسلامي